موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم الأستاذ أحمد الحوت أستاذ العلوم والأحياء النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الوحدة الثالثة اللي هي بتتكلم عن التنوع والتكيف في الكائنات الحية هنأخذ أول درس منها تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنفها هنأخذ الجزء الأول إن شاء الله لمنهج علوم الصف الأول الإعدادي لسنة 2018 ما تنسوش تتابوا صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ أحمد الحوت أو بتكتبوا www.facebook.com سلاش أحمد أربعة الحوت هيدخلكم على صفحتنا مباشرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الأول تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنفها هنأخذ تنوع الكائنات الحية تنوع الحيوانات الأول إحنا لو نظرنا إلى البيئة اللي حوالينا باللاحظ إن التنوع بيكون واضح في الشكل وطرية التغذية والحجم وبيئة المعيشة لكل من الحيوانات لو تكلمنا عن الشكل بالله الحيوانات بعضها بيمشي على أربع أرجل زي الأسد ومنها ما يمشي على إثنين كالطيور ومنها ما يزحف على بطنه كالثعبان حيث قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فالله سبحانه وتعالى بيين لنا إن الحيوانات بتتنوع في أشكالها فمن الحيوانات من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أثنين ومنهم من يمشي على بطنه أما طريقة التغذية فمن الحيوانات ما يتغذى على الحشائش مثل الجموس والأغنام والأبقار ومنها ما يتغذى على اللحوم كالذئاب والأسود ومنها ما يتغذى على الحبوب كالطيور وهكذا الحجم توجد حيوانات طبعا كبيرة في الحجم كالجمل والفيل ومنها ما يوجد ما هو صغير كالأرنب والفأ أما بيئة المعيشة فمن الحيوانات من يعيش في الماء ومنها ما يعيش على اليابسة فالحيوانات التي تعيش في الماء كالتمساح والسباع البحر والأسماك بأنواعها أما اللي بيعيش على اليابسة فهي باقي الحيوانات كالحصان والحمار والقطط والكلاب وهكذا أيضا النباتات بتتنوع من حيث الطول وحجم الأوراق وبيئة المعيشة فطول النباتات منها ما هو طويل وضخم كالكفور والنخيل وكمان فيه أعشاب قصيرة كالبرسيم والجرجيل وفيه نباتات منبطحة لا ترتفع على سطح الأرض كالنجيل وكمان حجم الأوراق فيه حجم أوراق كبيرة زي ورقة الموز وحجم أوراق صغيرة زي الملوخية والبرسيم البيئة طبعا النباتات بتختلف في بيئة المعيشة فمنها ما هو يعيش في البيئة الصحراوية ويتحمل قلة المياه ومنها ما يعيش في البيئة الزراعية فاللي يعيش في البيئة الصحراوية ويستحمل قلة المياه زي الصبار والتين الشوكي الصبار والتين الشوكي ومنها ما يعيش في البيئة الزراعية اللي موجود فيها المياه بوفرة كالبرسيم والأورز وأيضا الكائنات الدقيقة بتتنوع فما هي الكائنات الدقيقة هي كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة وتنتشر حولنا في كل مكان موجودة في كل مكان في الماء والهواء والطربة وعلى أيدينا وفي فمنا وفي جسمنا موجودة في كل مكان لا ترى بالعين المجردة أيضا الكائنات الدقيقة دي بتتنوع هل هي حرة المعيشة ولا متطفلة المعيشة ولا مترممة المعيشة فعندي الكائنات حردة المعيشة هذا النوع بيصنع غذاءه بنفسه زي الأميبة واليوجلينا أما متطفلة المعيشة فهي بتأخذ غذاءها من غيرها من الكائنات الحية زي الديدان الشريطية والبلهاريسيا أما مترممة المعيشة فبتعيش على الكائنات الميتة وتتغذى عليها والمواد العضوية زي بكتيريا التحلل وبكتيريا التخمر لو جبنا قطرة مياه ووضعناها تحت الميكروسكوب هنجد أن المخلوقات الحية أيضا الدقيقة بتتنوع في حركتها فالأميبة مثلا بتتحرك بالأقدام الكاذبة أما البراميسوم بتتحرك بالأهداب أما اليوجلينا بتتحرك بوسطة الأصوات ثانيا تصنيف الكائنات الحية ما هو علم التصنيف للكائنات الحية اللي هو التكسونومي هو أحد فروع علم الأحياء الذي يبحث في أوجه الشبه والاختلاف بين الكائنات الحية ووضعها في مجموعات حسب نظام معين لتيسير دراستها يبنى دلوقتي العلماء ليه عملوا علم تصنيف وليه صنفوا الكائنات الحية نقول له بسبب تنوعها الهائل ولتسهيل دراستها أنا مثلا لو دخلت المكتبة وعايز أطلع كتاب العلوم ولقيت كتاب العلوم على كتاب العربي على كتاب الدراسات على كتاب الرياضيات كل الكتب على بعض أعرف أطلع كتاب العلوم بسهولة؟ لا طبعا هتقول لي لا هتطلعه بصعوبة ولكن لو أنا دخلت ولقيت أستاذ المكتبة عامل كل الكتب المتشبهة مع بعض وحطتهم في مكان أو في درج معين لوحده فمثلا العلوم مع بعض والدراسات مع بعض والعربي مع بعض والرياضيات مع بعض هتقدر تطلع كتاب العلوم بسهولة؟ أيها طبعا هتقدر تطلع كتاب العلوم بسهولة هو نفس النظام المخلوقات الحية والكائنات الحية كتير جدا ومتنوعة بشكل كبير جدا عشان كده العلماء قاموا بتصنيفهم لتسهيل دراستهم هناخد تصنيف الكائنات الحية إلى نباتات وحيونات وناخد تصنيف النباتات على حسب الشكل الظاهر وعلى حسب طريق التكاثر وناخد تصنيف الحيونات على حسب طبيع التدعيم الجسم وتصنيف المفصليات على حسب عدد الأرجو المفصلية عندها وتصنيف الكائنات الحية على أساس النوع النهاردة في هذا الجزء هناخد تصنيف النباتات هناخد الأول النباتات بتصنف على حسب حكتين على حسب الشكل الظاهري وعلى حسب طريق التكاثر أول حاجة تصنيف النباتات على حسب الشكل الظاهري بتقسم إلى قسمين نباتات لا تتميز إلى جذور وسيقان وأوراء زي الطحالب بأنواعها للطحالب الحمراء الطحالب البنية الطحالب الخضراء أما النباتات الأخرى بتتميز إلى جذور وسيقان وأوراء وده العدد الأكبر اللي احنا عارفين وزي الفول والذرة والأمح والنخيل والزيتون وهكذا يبقى بتصنف النباتات على حسب الشكل الظاهري إلى نباتات لا يمكن تميزها إلى جذور وسيقان وأوراء زي الطحالب بأنواعها أما النباتات الأخرى بتتميز إلى جذور وسيخان وأوراق زي معظم النباتات اللي أنا عارفها اللي هي نباتات زي الزرة والأمح والنخيل وغيرها تاني حاجة تصنيف النباتات على حسب طريقة التكاثر وبتقسم إلى قسمين أول حاجة نباتات تتكاثر بتكوين الجراثيم ونباتات تتكاثر بتكوين البذور النباتات التي تتكاثر بتكوين الجراثيم زي نبات الفجير وكزبرة البئ والنباتات دي بتعرف اسم الصراخص إيه هي الصراخص؟ نباتات أرضية تتكاثر بالجراثيم أما النباتات التي تتكاثر بتكوين البذور اللي هي النباتات البذرية يعني بتنقسم إلى نوعين إلى نباتات معرضات البذور ومغطات البذور معرضات البذور حيث توجد هذه البذور داخل أعضاء تكاثرية تسمى المخاريط ولا تحاط بذورها بأغلفة ثمرية عشان كده بسميها نباتات معرضات البذور زي الصنوبر والسيكس أما النباتات مغطات البذور اللي هي النباتات الزهرية فبتحاط بأغلفة ثمرية لذلك بسميها نباتات مغطات البذور وبتنقسم إلى قسمين نباتات ذوات الفلقة الوحدة ونباتات ذوات الفلقتين نباتات ذات الفلقة الوحدة زي نبات الذرة الأمح لا تنقسم الحبة إلى فلقتين أما النباتات ذات الفلقتين زي نبات البسلة والفول فهي تنقسم إلى قسمين تصنيف النباتات طبعا ملخص لتصنيف النباتات على حسب طريق التكاثر نباتات تتكاثر بالجراسيم زي نبات الفجير ونبات كزبرة البيت أما النباتات الأخرى التي تتكاثر بتكوين البذور فيتنقسم إلى نباتات معرضات البذور ونباتات مغطات البذور معرضات البذور بسميها نباتات لا زهرية ما عندها الظهور أما النباتات مغطات البذور فبسميها نباتات زهرية يعني عندها زهور النباتات معرضات البذور بتتكون بذورها داخل مخاريط وليس لها غلاف عشان كده سمتها معرضات البذور زي نبات الصنوبر والسيكس أما النباتات مغطات البذور اللي هي النباتات الزهرية فبتنقسم إلى نباتات ذات الفلقة الوحدة ونباتات ذات الفلقتين ذوات الفلقة الوحدة زي الظرة والأمح أما الفلقتين زي الفول والبسلة وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة رب تكونوا استفدتم معنا بهذا الدرس ولو في أي استفسار على الدرس يريد تبعتنا وتكتبوا تعليقاتكم أسفل الفيديو وإحنا هنجاوب عليكم إن شاء الله شكرا لكم على حسن استماعكم كان معكم الأستاذ أحمد الحوت أستاذ العلوم والأحياء وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وشيل للدرس وممكن تتابعوا صفحتنا على الفيس بوك الأستاذ أحمد الحوت أو بتكتبوا www.facebook.com سلاش أحمد أرباء الحوت هيدخلكم على صفحتنا مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته